انا عندي معلومة تانية كده ان اصلاً الجيل ده كله ما عندهمش فكرة ان انا بقى موظف هم طالعين لوحدهم سيئ اوز هم طالعين عندهم البيزنس بتاعهم هم عندهم البروجيكت بتاعهم كل واحد مفكر انه انا مش عايز ابقى موظف انا عايز يبقى عندي انا الانر بتاع ان شاء الله سمول بزنس انا موافق جداً بتاع اي حاجة بس انا الهكريات حاجة بروجيكت وعايز اعمل هذا انا فكرة انا ده بشوفه حتى مع بنتي التمان سنين لما بسألها عايز تبقي ايه بتقولي انا عايز اعمل كذا وعايز اعمل كذا كلها مشاريع مش وظائف حلو قوي فده حاجة برضو مختلق خلينا نتكلم انا موافق جداً نسوها لان لو خدت اللاين اللي انا كنت بتكلم فيه اللي هو التعامل مع الهيومن ريسورس مع حد مبتكر وحد بيحب الانطلاق في الشغل بتاعه امسك اللاين ده بقى ونطلع به طبقتي الجيل ده بيحب يشتغل ايه هتلاقيين هو اول اتجاه طبعاً بومنج الفريلانسر او الفريلانسر زي عموماً انطلق من الجيل ده بشكل حقيقي والمفهوم ده ما كناش بنسمع عنه كنا نقول كلمة العمل الحر ما كانش في ايه وظيفة كان في وظيف معينة وظيف معينة اللي تقدر تاخد شفت هنا وشفت هنا وشفت هنا الجيل ده نقل مع طبعاً الظروف الاقتصادية العالمية نقل وابتدى يتكيف مع الامور اللي هنخد يبالك الجيل ده الكبير منه اول ما اتخرج او هو في الكلية خبط في كرونا وخبط في ازمات اقتصادية العالمية وخبط انه هو متطلع فهو عايز يخلق النظام حياة جديد خالص ليه فابتدى يعمل ايه هو مش بيتمرط هو بيبتدي يتكيف بشكل ايجابي مع اللي بيحصل بشكل اسرع وعنده الامكانيات لده فابتدى يطلع فكر ان في ناس تتوجه ان هما يكونوا اللي هما الناس اللي هما رواد الاعمال ويبتدي يشوف فكرة جديدة ويدور على تمويل يبتدي منهم السمول بيزنس من بقى اللي هو البزنس موديل الصغير ويبتدي يشوف ويمكن لو خدنا برامج معينة من برامج المشهورة العالمية مثلا بدون ذكر اسم اللي هو بيبتدي يدي تمويلات للشباب او للناس اصحاب المشاريع وشوف كام سن الاعمار الناس اللي بتتقدم بافكار جديدة خارج الصندوق اللي بتدخل البرامج ده في كل النسخ وعالميا هتلاقي ان نسبة كبيرة جدا بيبقى من الزي ناريشن ودي احصائية مهمة مش معنى كده ان الاجيال القديمة انكوالفايت ومش معنى كده ان الاجيال الجديدة انكوالفايت لا هو الجيل ده مميز في المرحلة زي ما بيقولوا كده الجيل المناسب عشان كده ملاحظة اللي انت لقتيها حتت ان هو حابب يكون حر نفسه مالك نفسه انا عايز اشتغل الحاجة اللي بحبها حتى لو هتجيب لي ايراد مش عايز اضيع وقت فكرة برضو ان انت لو هتشتغل موظف انت عندك تايم معين انت عندك شفت تامن ساعات من كذا لكذا طب يا جماعة انا كرياتيف انا بخلص شغلي بسرعة انا قدر انجز التاسك بتاعتي دي بدل ما انت حاطتلي تامن ساعات انا ممكن اعملها في ساعتين تلاتة وبقى خلصت فليه بتضيعلي وقتي في التامن ساعات انا عايز اتمرد على فكرة الرولز او القوانين اللي محتوطة لقوانين العمل انا عايز اشتغل بالطريقة دي انا هاجي اعمل التاسك بتاعتي وامشي مش ملزم ان انا عود الوقت دي حتى في الجواز افكارهم برضو تبقى بالنسبة لاب والامة دلوقتي غريبة اه يعني نفس اللي بيحصل في السؤول عمل ده بيحصل في البيت بقى في الاكل في الجواز هنتجوز فين شكل الفرح اعمل ايه شكل البيت اعمل ايه انا ولا ليه ابتدي بشقة كاملة انا ممكن ابتدي بقوضة وبعدين بقى ليه اصلا اه اجيب نيش ليه اصلا اجيب صيني دي لا يديب عليها كتير القصص تطبيقيا انا خلينا نتكلم احصاءات تطبيقيا في الواقع غير لما احنا نلاقي نمازج معينة